لا يمكن حل المشاكل المزمنة ولا غير المزمنة لا المزمنة ولا الطارئة لا المشاكل العميقة ولا المشاكل البسيطة نحن ضمن نظام تحول وأصبح كله فساد أصبح كله عبارة عن كتلة عارمة من الفساد والإفساد وبالتالي حتى لو جاء أفضل رئيس لو جابوا أفضل رئيس قائم اليوم أو في التاريخ وحطوه اليوم على النظام القائم السيستم يعني ككل مش فقط الرجيم السيستم ككل لن يستطيع أن يفعل شيء ولذلك الشعب قال يتنحى وقع شعب فاهم بأن هذا النظام أصبح سرطان إذا لم يستأصل من الجسم الجزائر فسيقضي على الجزائر مثل ما يقضي السرطان على صاحبه إذا لم يستأصل في الوقت المناسب لا يستطيعون القضية ليست أنك تغير تبون لأن فيه رأوا فيه رأي صراعات كبيرة في هرم السلطة وفي حديث على ممكن الإطاحة بيتبون لسحب الغضب الشعبي ويروح تبون ويجي غيره مدام في حكم الجنرالات المتخلفين مدام في عقلية الثكنة المتخلفة الرديئة الفاشلة القذرة لن نذهب بعيدا الجيش لحماية الوطن حماية البلاد دفاع البلاد وليس للتدخل في الشأن السياسي والاجتماعي والإعلامي والاقتصادي والتجاري لآخره الجيوش تهدم لا تبني كلما ابتعد الجيش عن السياسة كلما كان قويا وكانت السياسة قوية كلما تدخل الجيش في السياسة كلما أفسد السياسة وأفسد الشعب وأفسد البلاد ثم أصبح عبارة عن صراعات لا يوجد في العالم أجمع هذا الكم الهائل من الجنرالات والعقادة وإضباط كبار اليوم متواجدين في السجون أعلنهم عن 31 جنرال 31 جنرال بما فيهم الوياد جنرال ماجور هذا لا يوجد في أي مكان في العالم لا يوجد لأنه لم يعود بالإمكان أن يتبادلوا على السلطة كما كان أصبح التبادل على السلطة يتم في إطار اللي يطيق على صاحبه يدخلوا للحبس والجناح اللي يغلب يكسر الجناح الآخر اليوم هناك جناح مسحوق هو جناح القايد صالح سابقا وجناح يتحكم ولكن متخوف وجناح نافذ يريد التحكم الجناح المتحكم هو شنقريحة ومن معه والجناح لا المنافذ ولكنه يريد أن يتحكم أكثر وأن يصل إلى مقالد الحكم هم أتباع توفيق ونزار هذا إذا اختصرنا الأمر في هذه الأجنحة الثلاثة موضوع أكثر وعمق وأكثر تداخلا لكن على الأقل هذه الأجنحة الثلاثة اليوم وهناك خصومات كبيرة جدا ما بين جناح توفيق نزار من الخلف وجناح شنقريحة تبون ومن معهم ومتداخل الصراعات دولة مدنية بحق ودولة مدنية يكون فيها الشعب هو اللاعب الرئيسي يكون فيها الأجهزة الجهاز القضاء مستقل بحق والإعلام مستقل بحق والمجتمع مدني بحق مش مجتمع بن حبيلس مش مجتمع مزور ومزيف من أمثال بن حبيلس مجتمع حقيقي فم ممكن أن تنهض البلاد ومع ذلك قد تكون فيها خصومات ونقاشات وكل هذا قد يحدث ممكن بشرط أيضاً أن لا تصبح البلاد مهزلة ولعب التدخل الخارجي كما يحدث في تونس مثلاً اليوم حيث الإمارات وفرنسا هم الذي أشرفوا وقاموا بالانقلاب وقيس سعيد ما هذا إلا وقت وستتم الإطاحة به يريدون صناعة جنرال يحكم البلاد كما كان جنرال بن علي الخطأ أن بن علي كان جنرالاً من البوليس يريدون هذه المرة جنرالاً من العسكر وهو يصنع على عيونهم الآن جنرالات من عسكر تونس وبناء نظام عسكري تونسي لأن بالنسبة إليهم بلداننا يجب أن يحكمها العسكر يحكمها كبار جنرالات حتى تبقى أسيرة كسيحة قعيدة فاشلة رديئة الأكسجين ونحيروا فيه الماء وحرنة فيه فبالت الأشياء الأخرى لم يعد الحديث على أشياء كثيرة الناس انساتها انسات مشكلة الأنترنت وانسات مشكلة الكهرباء التي تنقطع وانسات مشاكل السكان وفي أماكن كثيرة الناس الماء والأكسجين بلهما بدون هما كاش حياة لذلك مرة أخرى نكرر يجب أن تقوم دولة مدنية وبحق ما يجد دولة لعب أيضا بمعنى انخيراط الشعب وانخيراط الناس والتوافق على ما بنته البشرية من قبلنا وتاريخنا وما لدى البشرية اليوم ما لدى الأنظمة مثل النظام الياباني مثلا أو نظام كوريا الجنوبية مثلا أو النظام السويسري مثلا أو السويدي مثلا أو كل جهة ممكن أن نختاروا منها ونجيبوا أفضل أنظمة العالمية ونوضعوها ضمن تقاليدنا وضمن أخلاقنا وضمن مجتمعنا بحيث تكون هذا التفوق العالمي في كل المجالات تأخذ باعتبار أيضا المعطيات المحلية ولكن هناك قواعد تتفق عليها كل البشرية وهي قواعد مثل الشفافية قواعد مثل دونة القانون قواعد مثل استقلال القضاء قواعد مثل استقلال الإعلام قواعد مثل الانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة قواعد مثل التبادل على الحكم وتغير النخب حتى تأتي كل نخب وتقدم أفضل ما لديها هذه أمثلة بسيطة أما حكم العسكر أما الحكومات المتخلفة فإنها تؤدي إلى درجة أن تصبح الناس يموتوا من نقص الأكسيجين ومن قطاع المياه ولم يعد لكلام هكذا حديث في النظري هاكم كل يوم تسمعوا 11 هنا 15 هنا 10 لهي 7 هنا 20 هنا إلى آخره وما زال الجزائريون يموتون ويموتون كل يوم والدعاية الرسمية تكذب وتكذب وتكذب حتى إذا منفجر عليها الشعب الجزائري يوما قريبا من بعد يقولوا فات الحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر